يكاد يمر يوما حتى تكشف الإحصائيات والأرقام كيف حول أدغان تاركيا إلى سجن كبير يمارس فيه أشد أساليب القمع فإن عدد السجناء الأتراك قد زاد تقريبا للضعف خلال السنوات الخمس الماضية الإحصاءات الحكومية كشفت أن عدد المسجونين في تاركيا بلغ 264 ألفا و 842 في نهاية ديسمبر من عام 2018 بزيادة قدرها 14% عن التاريخ نفسه في 2017 في إشارة إلى ارتفاع عدد السجناء في هذا البلد إلى مستوى غير مسبوق بينما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين التقرير الجديد صلت الضوء على أن عدد الأحداث المسجونين من عمر 12 عاما إلى 17 وصل إلى 2095 في نهاية العام الماضي بزيادة سنوية بلغت نحو 2% لتصبح تاركيا بهذه الأرقام ثاني أكثر دولة فيها سجناء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 36 دولة وذلك بعدما أطلق أردوغان حملة اعتقالات موسعة منذ محاولة الانقلاب المزعوم قبل ثلاث سنوات وتشير تقديرات منظمات حقوقية إلى أن السلطات التركية اعتقلت نحو 77 ألف شخص على خلفية اتهام بات معدا مسبقا لكل معارض النظام وهي الانتماء إلى جماعة الداعية فتح لجولين الذي تقول أنقرة إنه يقف خلفا لانقلاب الفاشل